هذا الخبر حول هذا العاقد الذخير الإيراني الروسي والذي يعود إلى العام الماضي قطعا يصعب الأمر أكثر على الدبلوماسية من أجل أن تنجح إذا كنا نتحدث عن الاتفاق النووي أنا أعتقد بأن هناك سببا وجيها لأن نعتقد بأن المسؤولين في لندن سيستجيبون إلى هذه المعاملة أو التعاقد ما بين الجمهورية الإسلامية وروسيا على نحو أكثر من أن تكون هناك عقوبات تفرضها المملكة المتحدة على طهران وطبعا ينبغي أن نتريث لنرى تحديدا كيف ستتصرف الحكومة البريطانية ولكن المملكة المتحدة كما هو واضح تتماها تماما مع الولايات المتحدة في دعم يوكرانيا إذا كنا نتحدث عن الأسلحة من الناتو التي ترسل إلى يوكرانيا فالولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتصدران المساهمة كدول حلف الناتو وكذلك المملكة المتحدة أيضا تحالفت حثيثا مع الولايات المتحدة ضد إيران عبر السنوات بما في ذلك السنوات الحالية فإذا بإمكاني القول بأنني أظن بأن المملكة المتحدة ربما ستتخذ إجراءات ضد إيران وليس بالضرورة بأنها ستدع أي بصيص للأمل لإعادة إحياء الاتفاقية النووية لتعطرد طريق هذه الإجراءات والعقوبات